ما فيش شك أن وجماهير النادي الأهلي مبارح كانت سعيدة جدا بعد فوز النادي على الاتحاد السكندري بربعية وكمان بروسيا دورتموند فاز على باريس سان جرمان وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه كمان هيلعب النهاردة ريال مدريد وبايم يانخ في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وده بعد طبعا ما انتهت مباراة الزهاب راتيجة 2-2 مباريات قوية جدا وممتعة فيها كرة حلوة الحقيقة نتكلم مع الدكتور عصمان إبراهيم النقد الرياضي عن كل هذه المباريات ومدورنا دلوقتي في السيديو سبعة الخير يا مصد سبعة الخير عليك طبعا سبعة الخير عليكم ولكل سيدة المشاهدين يا أهلي هلنبدأ معاك بفوز الأهلي بربعية على الاتحاد السكندري وكانت مباراة الحقيقة يعني قوية أربع أهداف للنادي الأهلي تعليقك إيه عن مباراة مبدئيا جمهور النادي الأهلي طبعا كان فيه مرحلة شاكي كده الفترة اللي فاتت خاصة كان خسارة مباراة القمة وأداء متراجع وخسارة من بنك الأهلي وتعادل مع أمبي وفوز بصعوبة على زد في الدائل الأخيرة فكان فيه بعض الشكة كده بدأت تسرب لجمهور الأهلي والفرق أي مشكلتها محليا فوظل إنها ماشي كويس جدا جدا على السعيد القرية أو في دورة بطول أفريقيا ماشيين بشكل مميز جدا ونتاج كويسة جدا في أفريقيا بتيجي في الدورة المحلي تلاقي أداء متناقض تماما وفيه هبوط فني في الأداء وفيه تراجع في النتائج فدي عاملة مشكلة كبيرة طبعا بين ماتش قبل النهائي وماتش النهائي الناس عارفة إن الأهلي كان عنده أجندة فيها أربع ماتشاط محلية وكل أهل حتى وأجمع إن الأهلي لابد إن هو يفوز بالأربع لقاط تجمع على 12 نقطة عشان يفضل فيه شكل منافسة أو يقدر يقرب من برامد زلومة وتصدر الترتيب في الوقت الحالي وطبعا فيه مشكلة تانية لما نحكي عنها بتفصيلتها ترتيب الدور الأول إنه ربما يتم اللجوء إليه القصة اللي حصلت خلال آخر كم ساعة تحت إمبي أعلى إنه هو وصل كونفدرالية ومصري طلع السوشيال ميدا يوصل كونفدرالية والرابطة ردت على النديين على موضوع الكونفدرالية ومن يوصل الكونفدرالية قصة كبيرة جدا جدا فالأهلي مش عايز يخش في نفس المطب وعاوز يوصل إنه نقطة معينة في الدور الأول بحيث يمأمن موقعه ومركزه في الدورة بطول الأفريقية السنة الجاية عايز أقول لكم إن السنة الجاية البطول المغربي اللي هو واحد من أشهر الفرق في أفريقيا في الفترة الأخيرة ووصل في السنة اللي فاتوا لقبلها مع الأهلي مرة فياز ومرة خسر أماني دي الأهلي الوداد مش هيوصل لسنة الجاية دورة بطول الأفريقية خلاص بشارة رسمي لأنه خارج المركز الأول والثاني في الدورة المغربي اللي أرى بينتهي فالأهلي مش عايز يوصل للمرحلة زي كده وللنفسه بره البطولات الأفريقية فدي نقطة مهمة فترة ماتشات اللي فاتوا وفضل ماتش البلدية كان طبعا ماتش الإسماعيلي ماتش الجونة ماتش الاتحاد حتى هما في جدول الترتيب الإسماعيلي أقل الفرق في الجدول بقى كده الجونة وكده اتحاد الطريف الغريب إن الأهلي مش برضو بتناسك تصعودي مهما مع إن المنافس بيزيد قوة وفقا لموقعه في الجدول أو حتى وفقا صلابته الدفاعية أو وفقا لموقفه أو شكل التكتيكي بتاعه لكن إدرى منافسه لأسماعيلي اتنين عجونا تلاتة أهل الاتحادة أربعة فعنى حتى مهم يكون المنافسة أقوى أو موقعه في الجدول أكبر أو أعلى إنت بتقدر تتعامل معه في شكل جيد جدا جدا وبتفوز برتيجة أكبر الأهلي سجل تسع هدف في ترات ماتشات يمكن استقبل هدف في ماتش طبعا إسماعيلي من راكل الجزاء واستقبل هدف ماتش الاتحادين بارح يعطي النوع عماء أفضل شوية من المعدل اللي كان قبل كده ولكن نسا برضو في مشاكل تحسي مشاكل دفاعية شوية في نادي الأهلي هي فكرة الاستبال الأهداف لكن جمهور أهلي أكيد فرحان إن سلسيات كولر وربعات كولر رجعت مرة تانية قدام الجنة والاتحاد وأعز أقولك إن التجربتين دول بالذات الجنة والاتحاد خاصة في الشيط الأول وفكرة التماسك الدفاع والفرقة بتلعب مقافلة زون ديفينس وبيقفل على الطرفين للنادي الأهلي دي كانت بروفة مهمة للي هيحصل مع الأهلي في ماتش التراجل التونسي يعني لو راح نقدر ببطالة أفريقيا التراجل التونسي عايز أقولك الماتشات الأخيرة كلها 8 ماتشات ما دخلش فيه موال هدف في دورة أفريقيا هم عملوا 9 كليل شيت في 10 ماتشات من أول دور المجموعة 8 منهم و4 منهم ماتشين دور الثمانية أمام أسك قبل جاني الإفواري وماتشين قبل النهائي أمام سانداونز الجنوب أفريقي وسانداونز فرقة من السهلة وبتلعب كورة وبتهاجل فالتراجي كان عامل زون ديفينس أقافل الدفاع المنطقة بتاعه في الزهاب والعودة يعني في تونس ما هاجمش وفي جنوب أفريقي ما هاجمش كان عامل أو حافظ على ستايل الدفاع ففكرة أنك تلعب فرقة قافلة تلتة ملعبها بالشكل ده فكالتجربة مش عايز بقول تجربة هي كالتجربة مؤحية أو مبرارة رسمية للنادي الأهلي في الدوري بس ميزة كبيرة جدا أنك تأخذ هذه التجربة قبل ما تلاقي نفس الموقف أمام التراجي التونسي وتتكلم عن سعادة جمهيري نادي الأهلي مش بالفوز بس بشكل أهداف كمان آه طبعا على فكرة الناس هتقولك ده فيه هدفين راكلتين جزاء لكن القصة مش كده منت مثلا لو جبنا جون الأولاني هو راكل الجزاء آه بس جملة اللي تعملت قبل راكلة الجزاء فيه شغل التكتيج بيحصل شغل فني بيحصل وأن عمر كمال مش باك شمال يتواصف باك شمال وياخد رجل المباراة دي برضو مش حاجة سهلة لأن اللعب مش في مركزه الأساسي اللعب بيخترق دفاع المنافس وياخد راكل الجزاء لهو الهدف الأول كأنه عمل أسست أو ساهم في هذا الهدف اللعب نفسه بيرجع ويشوت شوتها ما شاء الله يعني عشرة يختر تقريبا كرة خدت العرضة ودخلت الجول لسا بتكلم معاك دلوقتي يا عبد الهواء هو سجد من فرحاته هو شيف كرة رايحة وهي رايحة على فكرة عمر كمال مش أو مرة يسجل بالترى دي يعني هو برضو ليه هدف السنة دي في طلع الجيش ويعرف يجبوه هدف أحلى هدف في دور السنة دي يعني أعتقد أن عمر كمال ينافس عمر كمال في موضوع الهداف الجميلة بتاعت التزديد من بعيد وده سلاح مهم جدا جدا لما بتلاعب فرقة بتدافع ماتش الأهل اللي قبلية على طول ماتش الجونة طبعا كابتنا يا عبد العيل المدرسة دفاعية بحتة ودي برضو حاجة فيه ناس مثلهم المدر بيقول له هونت ليه بتدافع على طول يا جماعة دي مدرسة موجودة في الدنيا في العالم دنيا الكورة وعالم الكورة يلعب على المرتدات في مدرسة أني انت بتلعب على الدفاع وتقفل دفاعاتك في شكل جيد جدا وتلعب على الجانات مرتدة وتقدر تكسب بيها يعني الجونة فاس بيها الزمالك مسلا بتاعتنين السنة دي مش مسافة بعيدة يعني الجونة مع الأهل اللي كانت تعدل واحد واحد برضو بنفس الطريقة دي اللي هو بيهدفاع متماسك جدا ويقدر يقفل مناطقه ويقدر من مرتدات يعني يساج الهداف يعني الناس بتلوم عشان عايزة تشوف فن في الملعب أنا معاك بس هي لازم نتكلم أن فيه وقعية فيه مدرس مختلفة فيه مدربين زي جوارديولا عايز يهاجم على طول والكورة هتحترقل على طول وكام دا كل فيه مدربين تانين زي مسلا نتخل متعبان الميونخ أو زي زي سيميوني بتاعتلتكم مادريد أنا هو مش مهمة مش مهمة بتسك الكورة لكن أنا وقتا ما بيجيه للكورة بعمل مرتدات وقدر أجيب بيها هداف لكن الكورة مش معايا أنا بأفل دفاعتي أوه عنده قناعة لو أنا ما استقبلت الشهدف فأنا مش خسرون يعني مش أخسر مداما استقبلت الشهدف فطبعا دي مدارس مختلفة بشكل كبير جدا جدا لكن زي مطلق كابتن عبدالعيل في ماتش جونة كان عامل ماتش دفاعي بحث قوي جدا جدا لكن إلي فك شفرة الماتش تزديدة الإمام عشور سجل منها ده فتحة الجيم أو فتحة المباراة إما راح نفس الكلام برضو الاتحاد عامل جيم دفاعي قوي جدا جدا حتى بعد ما استقبل هدف براكلة الجزاء فضل محافظة على الجيم الدفاعي بعدها الجونة التانية تزديدة من ريدا سليم من خارج المنطقة بعدها الجونة التالت تزديدة من عمر كابتن الواحد من خارج المنطقة فأعتقد ده سلح مهم جدا جدا أن أنت تقدر تلعب عليه وعلى فكرة الجونة الرابع كانت تزديدة من خارج المنطقة صدها الحارس حاول عليها كهربة راحت لكريم فؤاد المدافع ده سعلى وش رجله في خلد ركل الجزاء يعني حتى برضو أن الجونة الرابع فيه برضو تزديدة من قبل ركلة الجزاء طيب شايف أنه طريقة لعب كولر مبارح تصلح أنه يستخدمها أو يعتمدها مرة تانية في المجرارة القادمة قدام الترجي طيب هو كولر عودنا من أول ما جيه بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بلعب لعب مركز ستة اللي هو بسط مدافع ارتكاز ولعب اتنين لعب مركز تمانية اللي بيصموهم في اللغة الكرة الحديثة بوكس تبوكس أو اللعب اللي بيجري من الصندوق للصندوق وبيقباليه وأدوار هجومية ولكن كولر آخر فترة من ماتش مازنبي بدأ يغير شوية فيها أنه بقى يخلي أكرم توفيق جمع مران عطية وكأنه اتنين مركز ستة كأنه بلعب اتنين هم قلبي وسط ملعب وبيدي حرية أكتر لإمام عشور ودي مدية بعض مختلف لهجوم نادي الأهلي أنه أنت مقامل نص ملعبك باتنين في ارتكاز بيقداره واستخلصه الكرة بسرعة بيقفل لو أنت مثلا الباكلي مين طالع أو الباكي الشمال طالع فبيقدر يغطي وراه دوامه مندفع وفيه هجمة مرتدة جاي من ناحيته فطبعا بتدي أمان أكتر دفاعيا في نفس الوقت بتدي حرية هجومية أكبر للاعب مبدع زي إمام عشور بيفرمعه بشكل كبير بيقدر يسدد بيقدر يوزع بيقدر يعمل اختراقات بيقدر يعمل تمريرات بينية تعمل انفراضات زي إمبارة كده البلينت اللي جي منين إمام عشور تمريره لأعمار كمال جي منها راكلة الجزاء فهدي نقطة وفقات الأهمية إن الناعب عندك لعب مبدع فبتدي له حرية أكبر زي ما عمل في الطريقة دي فهو ده ما بين 4-2-3-1 وبين 4-3-3 بينما عبن الاتنين حتى ما بيكون موتش مفتوح شوية بيخلي أكرم بدل ما يكون مركز 6 بيخليه مركز 8 يعني في مباراة الترجي تتوقع نوع يلعب إيه أعتقد التشكيل اللي شفناه بارح للنادي الأهلي أمام الاتحاد هو التشكيل الأمثل لمواجه الترجي يعني ريدا سليم حسين الشحات عسامة أبو علي أعتقد التشكيل الأميز والأفضل والأنسب لأهلي دي وقت الديبير سيتي ومستوى متراجع شوية خلينا الكلمة منطقية كهرباء أكيد مستوى جيد مدرس تبرى الصورة خالص بس عسامة أبو علي أعتقد هو الأساسي ما فيش جدال ولا كلام مبارح الراجل عمل أسست جونة تاني بتاع ريدا سليم اسمه ممكن تنسى جارك عسامة عمل إيه لا هو العمل أسست جونة تاني هو اللي نزل واستلم الراجل اللي ربما اضطر نزله ولكنه عمل تفرف أداء نص الملعب أكرم مع مروان ومعهم إمام عشور أعتقد ده برده السلاسي المناسب خط الدفاع ما فيش غير محمد هاني باكي مين اكباري لأن ما فيش باكي مين تاني في الأهل يا عمر كامل غير مقايد أفريقيا قلب الدفاع محمد هاني برده ما فيش خيار تاني وأعتقد درامر ربيعة هو الأقرب يكون متواجد في قلب الدفاع وبكش مال طبعا علي تونس علي معلول وغالبا حارس المرمى مصطفى شوبر لأنه صعب جدا انت غمري وشي ناوي بعد غياب أربع شهور أو خمس شهور ينزل مرة واحدة آه عنده خبرات كبيرة وكل حاجة ولكن الحارس محتاج بعض الوقت عشان خاطر برضه ياخد الأجواء وطبعا عن الشغل الفني وعاز أقول لكم تيب كورتوا حارس ليلة مدريد كانوا عنده رباط صليبي وكان فيه ماتشات دورة بطالة أوروبا وسمي فاينال الراجل لعب أندريلونين زي ما هو وقته عشان يرجع تاني للملعب طيب إحنا حللنا أداء النادي الأهلي عايزين برضه نعدي كده على أداء الاتحاد الاتحاد سكندركة بنطلق العشري كان واضح أنه رسم سيناريو معين للقاء كان عاوز مثلا أن يطلع شوط الأول تعادل سايد بمثلا وبعد كده يبدأ ينزل التغييرات الهجومية بتاعته ويقدر يهاجم النادي الأهلي أو يفاجأه أو يبغطه بحاجة وممكن الناس شايفت أن الاتحاد قال لك شوط التاني أداء وحسب شوط الأولاني وما عملتش كده لي من الأول البديهي والطبيعي أن أنت لعب النادي الأهلي أو أي فرقة كبيرة مش هتفتح خطوطك إنك لو فتحت الخطوط وهتهاجمه زي ما هو راس براس ممكن تزعى الجامد دي دي وقعية فكور عشان مرد الناس بيطلهم عكافة نطار وقولك أنت بدأتش كده ليه لا لو بدأ أنه فتح خطوطه ويهاجم النادي الأهلي أوه ربما يشكل بعض الخطورة ولكن المساحات اللي هكون موجودة في دفاع الفريق هتعمل له أزامات كبيرة جدا جدا تخياني أنت كنت تدعب زون ديفينسي ومقفل واستقبلت ثلاث أهداف كممكن وضع يبقى أسوأ من كده وعلى فكرة هو بس حظ الاتحاد أن النادي الأهلي عمل معدل طبيعي لتحويل الفرص لهداف يعني النادي أهلي في ماتش الإسماعيل يسجل جنين بس ومضيع أربع خمس أهداف ما تشجون أسجل ثلاثة ومضيع ثلاثة أربع هداف والفكرة بس أن الفرق اللعبة بيكون موفقة فمعدل هتف بيعلى وأعز أولك أن النادي الأهلي رغم أنه موجودة كثيرة جدا جدا هو الأقوى هجوما حاليا في الدوري 33 هتف ما شاء الله في الدوري مع أنه لسه له 6-7 ماتشاط ما تلعبوش فتخيل ممكن الأهلي ما يلعب 6-7 ماتشاط ولو ما يشي بنفس معدل الأهداف ده ممكن يوصل لرقم مثلا يقترب من الدعاء في الأرى واحد منه فالدنيا بعيدة أوي في فرق واضح يعني في فرق كولتي وفرق جودة واضح بشكل كبير لكن في كل أحوال إحنا طبعا مبارح يمكن تلعب قرار بالليل كده كان برضو جميل جدا لكل جمهير فكرة الساعة الكاملة في الاستداد وأستاذ القرارة وبرج العرب 30 ألف أعتقد يعني خطوة مهمة جدا جدا لرياضة مصرية بشكل عام أنه إحنا نشوف الملعب مرة تانية خاصة ملعب المحافظات اسكندرية واسماعيلية وتلاقي الجمهور ملع الملعب كله المناشة داني وحشنا بشكل كبير الماتشات الأفريقية بشكل رسمي ساعة كاملة الأستاذ يعني الأهل إن شاء الله في النهاء مع الترجي ساعة كاملة بيبقى روح الماتشات برضو يعني الحقيقة أنه وجود الجمهور بيدي هو الروح للمباراة الناس شافت ماتش مازينبي والأهل الأخير كان الجمهور عامل إزاي وقبله ما كان ماتش الزمالك مع دريمز برضو بان الزمالك ماتش موفق في المباراة لكن لنهاء تحديداً مع فرق شمال أفريقيا أنت محتاج جمهورك بقوة صحيح بقوة كبيرة لأن الجمهور ده بيفرق بشكل كبير جداً جداً أنه يحمس اللعيبة ويحفزها بشكل قوي كمان الجيلة اللي طالع ده نحن نتزالها فترة طويلة في موضوع عدم وجود الجمهير فعمل زي إجاب أو فراغ بين العاكة الجمهور باللعيبة فأعتقد أن القرار ده قرار قوي جداً جداً ومهم جداً جداً لرادة المصرية إن شاء الله طيب خلين نروح للشامبينز ليج وفوز بروسي دورتموند على باريس عن جرمان طبعاً كده بروسي دورتموند خلاص صعد للنهائي ثلاث مرة في تاريخه بالظاف شايف بقى فوز بروسي دورتموند على باريس عن جرمان كان متوقع أو ما كانتش متوقع فوز مستحق أصلاً ولا لا؟ هي الناس كلها لما وصلنا في سيمي فاينال طبعاً باريس طبعاً قطع ببرشلونة بشكل قوي جداً جداً في دورتمانية فكله قال لك خلاص كده باريس والقرار بقول مع دورتموند ده باريس في النهائي هيستنى بقى بايرن أو الريال وطبعاً الريال برضو عمل جيم جامد جداً عام من شستر سيتي خيانا كمان معطرفين حتى أنشلوتي قالها ومدير فاني قالك أنا خرقت أقوى فريق في البطول والسيتي ما يخرجش إلا كده يعني الناس كان برضو عفكرة بمناسبة لسه بقول الموضوع الدفاع من شوية في الصحافة الأسبانية هاجمة ألشلوتي أن انت إزاي بتلعب كده بالطريقة الدفاعية الغريبة دي اللي هو إزاي متعرفش كورة جميلة وتباصي وتروح وتعجم قال لهم لأ أنا لو عملت كده قدام الستيتي مش كناش هنصعد لأن كل مباراة لها ظروفها فدورتموند برضو لعب على ظروفه يعني إيدن ترزيتش المدير الفني الحالي اللي دورتموند عامل جيم رائع جدا جدا السنة دي يمكن في الدورة مش أحسن حاجة أو مركز خامس لكن أعاز أقول لكم بفضل نتائجه مع دورتموند في دورة بطالة أوروبا السنة الجاية دورة بطالة هي بشكل جديد شكل مختلف عن شكل متع السنة دي وممكن إن شاء الله حالة من الحالة نبقى نيجي نشرح دورة بطالة أوروبا بشكل جديد أبقى عمل إزاي لأنني مش أبقى فيه مجموعات ولا الكلام اللي بحصل لها دورتي خالص أبقى أقزام جديد خالص وهي حاجة أسموها ليك فيز بدل 32 فرقة و36 وفرقة هتلعب تمام ماتشاط وجوه وبره وحاجات كده غريبة شوي فبفضل نتائج دورتم منذ السنين دي في أوروبا السنة الجاية ألمانيا بقى لها خمس مقاعد مش أربعة وإيطاليا لها خمس مقاعد فبالتالي في دولتين أو من دول أوروبا الكبرى زي إيطاليا وألمانيا هيخش خمس فرق يشاركوا في دورة بطالة أوروبا بشكل جديد عشان نتائج المميزة للفرقة والكلام ده حصل واتحسن من ماتش الزهاب بعد ما فاز فوازي واحد سفر في ألمانيا بنظام النقاط بقت ألمانيا أعلى من الدوريات الأخرى في الدور الألماني خد بونس أو خد مقاعد زيادة في دورة بطالة أوروبا سنة الجاية بخلاف كمان إنه ممكن لو فريق ألمانيا خدت بطولة نلاقي فريق سلس من ألمانيا خش إن احتمال كبير جدا يكونوا النهائي ألماني ألماني زي ما حصل في 2012-2013 كان نكو بيست كده وبنفس الطريقة والفرقتين صعدوا للنهائي دورته منذ سابق وصل الفاينال ما كانش متوقع أنه هو يوصل حسب المعطيات اللي حشوفناها إن بريس سنجرمية بالطموح واللعيبة وإنديك جاي عنده طموحات كبيرة لو واخد بطولة أبل كده مع مشروعنا فعنده خبرات في القصة دي وبريس ماشي بشكل كويس جدا جدا وعندهم متحمسين فازوا بالدور الفرنسي المرة اتنشر في تاريخهم أكتر نادي في تاريخ فرنسا يفوز بالدور الفرنسي فأرقام كبيرة السنة دي عملها كان المنطق بيقول إن بريس يوصل لكن ترزيتش عمل الماتشين عمل جيم رائع جدا جدا مع انريكي في الماتش الأولاني سجل هدف وضيع فكرة مجموع من أهداف وبريس ضيع هدف عشان برضو نتكلم بالمنطق ماتش العودة برضو بريس ضيع هدف بس الناس برضو تتناسى إن دور تم تسجل هدف وضيع هدف برضو يعني في لقطة قبل الهدف كان انفراض تقريبا دوناروما صد كرة بشكل بارع حرس مان مابريس سانجرمان كان ممكن لو دخلت برضو تفرق الناس يقول لك أصل القائم واصل العرضة يا جماعة الكرة لا تعترف إلا بالهدف انت غير موفق ده بيحصل في كرة القدم مش نقول لا ولكن أنا موجة نظري التوفيق أو أن ربنا بيكرم حد يقول لك الحظ لا يصادف إلا أهله أنت أكيد اكتهت بشكل أو بآخر وبالتالي ربنا وفقك عشان توصل لأنت وصلت له فدورتم أن يوصل لنهاية ثالث مرة في تاريخه بعد 96-97 وفاس باللقب على الحساب يوفي اليوفينتوس 2012-2013 وصل الفاينال لكن ساعتها واجه باني مونخ مواطنه ولكنه خسر في هذا اللقاء وضع منه اللقب وبالصدفة الغريبة أن 2012-2013 يعني من 11 سنة كان النهاء في ويمبلي برضو لو هتلاعبة للسنة هيصدفة طبعا غريبة أن ملعب ويمبلي في لندن هو اللقب في نهاية 2013 هو اللقب في نهاية 2014 دورتموند عمل زي اللقب من 11 سنة وصل الفاينال الناس بقى مستنية هل بايرون هو كمان هيعمل زي دورتموند ويبقى نهاية كوببست من 11 سنة نكراره مرة تانية نحن نشوف ريال مدريد بصراحة الريال بص نفس قصة باريس الريال هو الأقرب خاصة بعد ما وطعنا من ماتشاة سالسيتي ما فيش أقوى من ماتشاة سالسيتي في أوروبا حاليا فأنت بتقابل بايرون ميونخ أكيد بايرون ميونخ على فكرة مش في أفضل حالاته يعني البيارون في سنوات قبل كده كان أقوى بكتير بدليل إنه في الدوري مركز تاني بفرق كبير عن نيفاركوزين دعم إنه الدوري السنة دي بعد 11 سنة خلي بالك بقى 11 سنة بايرون ياخد دوري ورا بعض يعني من 2012-13 دي اللي هو فيها الفاينال اللي نحكي عليه مع دورتموند من سنتها لحد السنة اللي فاتت 11 سنة متتالية بايرون ميونخ وبطل دور الألمان 11 سنة أصر عليهم ورات الزهب مش موضوع أصرت عليه هو توماس تخل كان تم الإعلان إنه هيمش من الفرقة مدفن الفريق لما نسلت النتائج وخرجوا من الكاس ووضع منهم الدوري والدنيا بقت يعني زي بقول كده إيه ملطاشة معا جامد فخلاص بقى فيه استقرار إنه تخل هيمش الراجل اللي عامله في دورة بطالة أوروبا عايز بقولك بقى فيه دورة مطالبات إنه تخل يكمل وأعتقد إنه تخل لو أطح بريال مادريد ووصل الفاينل وخد البطولة تخل مش هيمش من بارين ويكمل نعم هيمسكون نادي آه لا آه لا أقولك تخل على الفكرة تخل تحديدا في موسم 2020-2021 أمام ريال مادريد كان مع تشيلسي سمي فاينل أطح بي كان هو مدرب تشيلسي وقتها توماس تخل وهو كمل لو وصل لحد الفاينل في البطولة دي أطح بريال مادريد فهو عنده خبرة اللعب على المادريد أممكن لعبة مختلفة والدنيا مختلفة ومدرب مختلف ولكن وقتها كان زين الدين زيدان مدرب الريال وكان حاجة بقى واخد ثلاثة شامبيونزيليج وارباعد وأرقوم قياسية كبيرة جدا جدا لكن جاء عنده تخل وتخل عارف إزاي خرج ريال مادريد وبالمناسبة الموجات المباشرة بتاعت بايرن وريال فيها تكافؤ غريب جدا يعني أم مثلا لعبه حوالي 27 لقاء اتعدله في أربعة بايرن فاس في 11 الريال فاس في 12 البايرن سجل 41 الريال سجل 43 المفاجأة الأكبر إن آخر 8 ماتشاط بين الفرقتين في دير الأبطال آخر 8 ماتشاط الريال فاس 6 وتعدله 2 يعني أصلا البايرن كان متفوق تاريخيا قبل 8 ماتشاط دول يعني كان فارق كبير الريال كان 6 فوز بقى دولة يبقى 12 في آخر 8 ماتشاط حصل بينهم آخر فوز لبايرن عن الريال كان في شهر إبريل 2012 خيال إنت آخر فوز لبايرن عن الريال إبريل 2012 من 12 سنة وشهر ووقتها بايرن فاز 2-1 في ألمانيا وخسر 2-1 في أسبانيا لكنه تأهل إلى النهائي بركلات ترجيح وشوف السينار الغريب كان قبل النهائي برضو بتاع 2012 نقو 11-12 كان سيمي فاينل كس في ألمانيا 2-1 وده كان آخر فوز لبايرن عن الريال وخسر في أسبانيا بنفس النتيجة وصلوا لوقت إضافي ركلات ترجيح بايرن فاز وتأهل النهائي ولكنه خسر النهائي وقتها طب بكل بقى القراءة الوافية دي والأرقام المتقربة شايف تخيل وأنشلوتي أو لو نكلم على بايرن مينخ وريال مدريد المباراة هتبقى عاملة إزاي ومين أقرب للفوز مين هيقدر يقرى الموقف أفضل بكل الأدوات اللي عنده خلي بس الناس برطب قاعدها سقف توقعات عالية شوية أو طموحات عالية شوية يمكن دور الثمانية السنة دي تحديدا أنا حتى كنت قلتها كذا مرة أن دور الثمانية ده كان أقوى دور ثمانية فتاة إخدارة بطاة الأوروبا شفنا أربع مواجهات وكانها نهائي كل المواجهات فيها أهداف وهداف كتيرة يعني كان أرسلال مع بايرن مينخ أهداف الريال والسيتي أهداف وهداف حلوة برشلونة وباريس وهداف حلوة 3-2-4-1 وقام جاء رايحة جاية دور تمدردتكم مدريد فشفنا أربع مواجهات دور ثمانية تاكد تكون الأقوى في تاريخ البطولة الناس بنت على كده بس ده السيمي فاينال هيبقى بقى إيه درب نار لا خلي ناخد بنا من حاجة أن الحذر بيزيد وأنك بخاف الخوف بيزيد ده طبيعي لأن ده سيمي فاينال مفيش فيه زار فاللعبة متحفزة وطرق اللعبة متحفزة مش بيرعبوا باللي هو اللعبة المفتوح زي ما حصل في دور الثمانية وطبعا السنة دور الثمانية صعبة تتكرر في السيمي فاينال ولكن الماتش الأولاني انتهى 2-2 وطبعا أوروبا خلاص لغوا نظام الهدف بهدفين وعلى فكرة وأعتقد ده أكثر عدالة بشكل ده أفريقيا اللي فضلة على فكرة حتى أسيا لغوها مفيش هدف بهدفين فبالتالي 2-2 دي كانها 0-0 فماتش النهاردة كل احتمالات مفتوحة ربما الريال يكسب وده يمكن أن أوقع لأنه على الأرض وسط جمهوره ربما تنتهي تعادل ونوصل الوقت الضافي ونوصل لركلات ترجيح ربما بارن يكسب وممكن ده الاحتمال الأقل يعني كل السيناريو هاتم ولكن حد كانت توقع أن دورتهم يفوز على بريس راح جاي أعتقد ما فيش 5% من مشاجئة دورتهم من دي نفسه كانت توقع أنهم يفوزوا على بريس راح جاي نفوز عليه في ألمانيا ونفوز عليه في فرنسا ولكن أعتقد أن احتمالات كلها مفتوحة وربما يكون النهائي ألماني خالص زي زي وقلنا من 11 سنة وربما الريال يوصل وطبعا أن الريال لما يوصل للفاينال الريال متمرس في هذه البطولة عنده 14 لقب ويدور على 15 لكنه بيقابل بأنه منه برضو اللي عنده رصيد في البطولة وتاريخه عاوز يستعيد الأمجاد بتاعته مرة داية لكن تتتوقع أن الريال لو عادة من المباراة النهاردة فهو لا هيخذ البطولة هو الأقرب طبعا نفوز بـ 15 لقب 15 بس طبعا ممكن الجملة كده هتزعى الجمهوري أهلي بقى كان فرحان فأول العلقة هي صدفة غريبة طبعا الريال الأكثر تتويجا في أوروبا 14 لقب والأهلي الأكثر تتويجا في أفريقيا 11 لقب مافيش سنة دول 25 لقب مافيش سنة الأهلي فاس باللقب وفاس بالريال لأن أفريقيا أوروبا مافيش سنة ريال يا بطل أوروبا أهلي بطل أفريقيا لا يا غريبة إنه 25 لقب إنه كان في 25 لقب 14 و 11 مافيش مرة تصدف لتنين حتى أناس حد يقول ليه تم الأهلي لعب ريال في كاس عامل أندية إزاي ما كانش كان بطل إن الأهلي كان شاركة وصيف الناس بس ممكن تكون ناسية الوداد هو البطل والمغرب بتنظم بطولة فالأهلي شاركة وصيف وقابر ريال مدريد فالأكد أن تتخيل الفكرة والصدفة الغريبة هل ممكن السنة دي تحصل تبقى الأول مرة لا إن شاء الله إن شاء الله ريال يطلع النهاردة مش بسنى حتى هيطلع النهاردة هي صدفة غريبة لكن طبعا هي صدفة يعني مافيش حاجة اسمها تفاول وتشاوم الكلام ده في الكورة لكن ورد جدا تحصل السنة دي لأن الفرقتين فرقتين كبار جدا سواء على مستوى أفريقي هنا ومستوى أوروبا هنا مع اختلف المستوى طبعا والتنافسي بشكل كبير ولكن سبحان الله الفرقتين دول اللي بيوصوا على مسارتهم بيروحوا دار الأبطال ممكن يبقوا محليا مش مشة معام كويس لكن بيروحوا دار الأبطال أوروبا وأفريقيا من أدوار الاقتصادية تحس إن بيحصل تحول في أداء الفرقة بشكل عجيب وغريب حتى لو كان مستوى حانيا نستنى بقى حانيا نستنى المباراة دي ونشوف إيه بصي أولك حاجة هي أفريقيا هتحسم الأول في الأول في مغرب والعودة في مصر 19 عندنا 18 و 25 مايو الأهلي والتراجي في تونس 18 والقائرة 25 فحنا 19 مايو نهاية الكنفترالية هنا في القائرة إن شاء الله 25 مايو نهاية دار الأبطال الأفريقيا أهلي وتراجي هنا إن شاء الله واحد ستة اللي هو السبت اللي بعدهم على طول نهاية دار الأبطال أوروبا إن شاء الله فحنا عندنا 3 أسابيع وراء بعض إحنا لنحسم الأول حد في سبت في سبت و3 نهايات وراء بعض مهمين جداً جداً وأعتقد هتبقى دعوة لمتعة القروية وإن شاء الله نتبقى ختمها مسكت كل جمهير المصرية بتتوجي الأهل والزمالك إن شاء الله كل شكراً لك طبعاً الناقد رياضي لأستاذ عثمان إبراهيم شكراً جزينا فهم شكراً لكم طبعاً واتمنى نكون يعني أضفنا حاجة للمشاهدين طبعاً بكل تأكيد